أنا على التليفون الدكتورة النهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ساعة الخير يا دكتور إزايك؟ أهلا أهلا بيكم بإمكانك الجميل بيقدم لنا حاجات حيثة حلوة كده رشب نعم التليفون منورانا بنسمع في الصيف عن حاجة اسمها التسمم الشمسي إيه التسمم الشمسي؟ هو الفيطة طبعا مع تفاع درجة الحرارة للأسف الشيط غير مسبوقة وإحنا طبعا عرفنا أن فيه مؤتمرات كتير قوي عن الاحتباس الحراري وأن طبعا كمية العربيات والعوادل والتكيفات والكلام ده عملت احتباس فالجو ما بقاش عادي دلوقتي يبقى ممكن أن الواحد يبقى ماشي في الشمس ممكن يقع يغمى عليه درجة حرارة المخ ممكن تستفع تبقى 41 كأنه عنده حمى ده طبعا حاجة يعني إحنا نحاول نتجنبها على قد ما تقدر وممكن تأثر أكتر على أطفالنا ههلا اللي بتشتغل بيتأثر فيها كمان الناس اللي بشرتهم لونها فاتح أكتر من الناس اللي بشرتها لونها غامل طيب نعمل إيه عشان ما نصبش بالتسمم الشمسي وأعراضه بتختلف عن ضربة الشمس لأ هي أقصى من درجة الشمس وممكن تصل بقول لحالك ممكن الإنسان يفقد الوعي ممكن الإنسان يحصله طفح جلدي يعني هي طبعا عراضها لأ أكتر بكتير أقوى بكتير قوي نعمل إيه ننزل من بيتنا لابسين ملابس مناسبة للتو طبعا أولا وأخيرا دايما أنا كنت حتى بقول لأ أولادي يطلع في البلاكون قبل ما ينزل الصبح طبعا مش قول ما يسحى منهم يعني قبل ما ينزل الصبح شوف يتجوه عم تابس جوه المناسبة الملابس الأطنية مهمة جدا 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 نرجع تاني الملابس الأطنية ولو حتى يارب الواحد بيجيب قطعة كل سنة بس يبقى عنده ملابس الأطنية مهمة جدا نتأكد على فكرة من الملابس الأطنية نلبس كمان الكاسكتات الواقية أو حاجة محجب ممكن يستعمل شمسية أو يستعمل كمان كاسكتة للرأس لأنه طبعا الجوة تبدأ الضرب حرارة عالية أهم من ده كله شرب الماء أهم من ده كله شرب الماء هنفضل نقول ونعيد شرب الماء شرب السوائل السقعة مهمة جدا مش سقعة قوي ومش سخنة اللي هي الفترة اللي هي الدرج الجسمية تقبل إحنا لو قلنا سقعة قوي ممكن يجد لنا التهاب في الزور مهمة قوي نعوض الأملاح المعدنية في الجسم يعني إيه نعوض الأملاح المعدنية ممكن يا سلام يا حبزة لو واشنا معنا كبئة زادة الماء بتاعتنا فيها شراح لامون فيها شراح برتقان ديتوكس يعني نعمل ديتوكس عشان يبقى الماء اللي بنشربها مفيدة لأ عشان كمان بتبقى فيها بزيعة كويس عشان تعوضنا اللي بنفقد كمان ناكل يعني ممكن يبقى لانشبكس بتاعتولادنا فيها خضروات ورقية كتير عشان معوضت نسبة حضرتك لازم تتابع حلقتنا عشان إحنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من الخضروات النهاردة بنستخدمها بشكل مختلف نورطينا من خلال التليفون دكتورة نهلة ودايما بنستفيد من معلومات حضرتك اشتركوا في القناة